سوف تبدأ بها أستاذ جيمي سوف تبدأ في أكثر لقطة يمكن الماتش لسه خلصان من وقت ولكن كان عندنا ستوديو قبل الحلقة كريم أكثر لقطة اتسألت عليها وأنا جاي في الطريقة يوسف أيمن ليه اتغير مركزه من السنتر باك ليه وسط الملعب في خلال المباراة وهو الراجل ما بيلعبش ما بيلعبش وسط ملعب الراجل بيلعب لعب باكليفت مع متخب كتر ولعب في قلب الدفاع تعالى نشوف علشان نمشي الحالات وأقول لك هو ليه هو ليه نقل مركزه لأنه راح اشتكى مرتين بص دي لقطة الإصابة صعبة قوي صعبة قوية قوي حدسة كبيرة جدا جدا ما بين محمد السيد لعب وسط نادي الزمالك وما بين يوسف أيمن الحمد لله رب نسطرة بص هنا بص عادي وقف هنا وقف هنا وقف هنا ارجع سن ارجع فريمين وقف بص دي اللقطة الأولانية الراجل مسك دماغه حسنه ضايخ دي اللقطة الأولانية هات بعديها اللي كان خلص تغييراته اللي كان خلص تغييراته من أول خبطة لو الأهل ما كانت تغييراته لسه فيها كان غيره من أولاية الخبطة قادي الأولانية هات اللي بعديها على طول بقى أقل من ثواني هتلاقي الراجل هيستلم أول ما هيباصي عنده مشكلة حاسس انه لسه فيه الخبطة لسه مأسرة عليه واخدأ من تركيزه بص كمل تاني كمل هتيجي اللقطة دلوقتي تاني وترجع الكرة وهتبين الراجل بعد ما يعمل باصة حاسس انه لسه فيه عنده مشكلة هيباص الكرة هاي الراجل هيمسك دماغه تاني ويوطي لتاني مرة الراجل ده بالمنظر ده كده وقفن مستحيل يعمل التحام هواي مستحيل يعمل التحام هواي بأي شكل من الأشكاله إلا هتبقى فيها خطورة عليه وعلى راسه وعلى هو قلبه مش هيده أصلا فمستحيل فدي ممكن تعمل كارسة والأهل يخلص وهو واقف على الخط هبق اللقطة اللي بعدين على طول مارس الكرة كان بيكلم عنه ويغير ويكمل المطش ناقس وبعدين لما هو اللعب قال له لا أنا تمام مقادر ومركز هتيجي دلوقتي قال له هتنقل بص يا كريم عمال بيتطمن عليه وقف مع الدكتور هو الراجل اتكلم معاه انه هيلعب لا هيكمل هيلعب لا هيكمل تعال اشوف بقى بعد التغيير مارس الكرة هريقول له هتغير مكانك كمل كمل بقى وبص مكانه فيه بص العيب اللي حط يده البстра مالاش فيige 1 العيب اللي حط يده قوي اله تعاق التحرك هذا العيب اللي بتحرك هذا العيب اللي بتحرك هذا اللي تحرك هذا بص اللي وراه على طول ي تحرك olha بقى العيب اللي وراه على طول انه مين يوسف ايمن في وسط الملعب نقله كولر من الدقيقة دي اللي وقف معاه على الخط لحد نهاية الممراجل تلوك واحدة لقطة من الضائر من اللقطات في den 815 نقله وسط الملعب رجع عرض الكرة قبل الـ وننشوف مين اللي نقل مكانه عمل التراكد انت حول اللعب عيز الكرة قبل الـ اللعب اللي نقل مكانه وعمر الـ اللعب اللي يطلع من الـ هو اللي لعب قلب الدفاع جنب ياسر إبراهيم حفاظاً على اللعب وأن كمان يوسف، لو ودي نقطة كورر أكيد هو عارفها ومدركها جيداً كورة يوسف أ�� كورة جيدة اكتر من تمرينة سليمة من التلت التانية التلت التالت في المباراة وهو بيلعب وهو مصاب هي اللقطة دي لقطة المباراة بالنسبة لي انه الراجل كان هيخرج ان الراجل صمم انه يلعب تلاتة انه كولر حافظ على حياة اللعيم وحافظ على وجوده في الملعب وانه نكمل برحداشر بانه نقل يوسف من قلب الدفاع علشان ما يلتحمش في اي كرات هواقية رغم انه كان وارد يلعب في وسط الملعب يوسف ايمان غلطان مرسل كولر لو ما صرش انه يوسف ايمان يخرج في كل الاحوال حياة البني آدم اهم من المباراة ومن السوبر ومن بطولة ومن اي حاجة فانا يعني بص معلش معلش راجل يوسف ايمن وعظيم وجميل وكل حاجة تمام بس اما دي برض نقطة انا مش عايزها تبقى ايه وكا اننا بنقول للعيبة ارمي نفسك التضحيات بتاعتك داية مقدرة مقدرة يا سيدي وخلاص والحمد لله عدت على خير بس في مرة تانية مش هتعدي على خير طيب بحول لك في مرة تانية